السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الأستاذ فريد عبدالخالق مرافق الإمام حسن البنى مؤسس جماعة الإخوان المسلمين عضو الهيئة التأسيسية وعضو مكتب الإرشاد الأسبق السيد فريد مرحبا بكم أهلا بكم دخلنا إلى مرحلة الثورة 23 يوليو 1952 وتحدثنا قليلا عن العلاقة التي قامت بين الإخوان وبين الثورة لكني وجدت تشابكا كبيرا في الكتب في تلك الأحداث وحاولت أن أضع مربعات الصورة إلى جوار بعضها البعض حتى نحاول فهمها وكذلك المشاهدين مع الروايات التي تحدثت عن علاقة قديمة سابقة قامت في عهد الإمام حسن البنى حاول انتظام بعض الضباط في النظام الخاص وما قيل عن أن جمال عبد الناصر أخذ أسماء ضباط النظام الخاص من الصاغ محمود لبيب قبيل وفاته واستغل لهم للقيام بالثورة بدأت هناك علاقة قريبة أخرى بدأت سنة خمسين بين صلاح شادي وبين عبد الناصر وصلاح شادي أحال العلاقة إلى حسن العشماوي الذي قامت بينه وبين عبد الناصر علاقة وثيقة هناك رواية جاءت على لسان كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة رواها لسامي جوهر في كتابه الصامتون يتكلمون وجدتها أيضا في كتاب صلاح شادي في مذكراته عضو مكتب الإرشاد وجدتها أيضا في كتاب حسن العشماوي في مذكراته وجدتها أيضا روية على لسان صالح أبو رقيق عضو مكتب الإرشاد والمستشار في الجمع العربية ورواية أيضا على لسان عبد القدر حلم الذي كان يسكن في البيت التي جرت فيه هذه المقابلة في 18 يوليو 1952 أي قبل الثورة بخمسة أيام وكنت أنت أحد الحضور شاهد هذا الاجتماع معظم البيت معظم الاجتماعات التي ضرت بين الإخوان وبين عبد الناصر وبعض الضباط خلتذكر هذا الاجتماع 18 يوليو 1952 جاء عبد الناصر إليكم وطلب منكم دعم الإخوان للثورة هنا هو طلب الدعم سابق يعني ليس بدءا ده ليس بداية هو توكيد لسما سبق لأنه منذ التقى عبد الناصر وآخرون كما قالوا في مذكراتهم أمثال عضاء مكلة الثورة المعروفين عبد عكيم عامر وكمان أسين وبغدادي والشافعي كثير منهم كانت لهم صلة الإخوان قبل الثورة على أعوام متفوتة وأكثرهم قال هذا فيما روي عنه أو كتب في مذكراته فصلة عضاء مكلة الثورة بالإخوان أيام حسب بأنه ليست محل شك بل منهم من بايع كأنه أحد الإخوات خالد موحيد الدين أحد الذين بايعوا وأكد ذلك في كتابه وكذلك كمال الدين حسين وكمال الدين حسين بل منهم كجمال عبد الناصر من شارك عمليا في تدريب الإخوان وحضر اجتماعاته فهو على صلة تماما أشرنا لهذا من قبل فالمقابلة ديها كانت دخول في مرحلة التنفيذية ماذا طلب منكم عبد الناصر تحديدا؟ طلب عبد الناصر هو أن الثورة عرضة لمفاجئاته وتحتاجها فعلا إلى تأييد شعبي قوي وأنتم مؤهلون لهذا بل أنتم سبق اتصال بنا وتفاهم على نفس قيام بالصورة فهو جاء اللي يخترنا بساعة الصفر جاء يكلمنا عن المرشد ما كانش موجود كان في اسكندرية ولمد أن يختر ويستعزن فكان هي مراحل تنفيذية ماذا كان ردكم عليه؟ كان ردنا عليه ليس هناك رد آخر غير استكمال ما سبق أن احنا اتفقنا عليه والمرشد ورأيه ورأي مرشد ده كان بإحنا بالموافقة الأخيرة لم يكن موجود فأمهلنا يومين ثلاثة عشر خطر نذهب إليه في اسكندرية شكلتم وفدا للذهاب إليه نعم شكلتم وفدا للذهاب إلى المرشد في نفس اليوم كنت أحد أنت أحد الذين ذهبوا للمرشد أنا أحد هميرة كان عبد الناصر ينتظر الجواب على أحرم أين نعم وكأنه علق القيام على موافقة للثورة لأن فيه ربيطة قديمة وفيه قل لماذا دار بينكم وبين المرشد دار بين المرشد نحن أقترنا بالحديث الذي جرى وإن عبد الناصر يحمل إليكم طلب عن طريقنا بإن إحنا من لكم إن شاء الله يحظى بالموافقة وبالتأييد وعشان خاطر يشرع ومطمئن فتوقف الحقيقة هو توقف القاضي عندما يسمع ولا يعجل بالنطق فقال يعني أنتم على علم به تماما وتعرفون منطلقاته وأهدافه تماما يعني لأنني ليس لي هذا الحظ من العلم الموسق القريب الكامل إنما أنا أسخ طبعا فيه من الذي كان معك فيها؟ إحنا كان معايا حصل عشماوي ومعايا عبد خضر حلمي ومعايا منير الدلة أو صالح عبرقايق نعم صالح عبرقايق منير الدلة معكم؟ أعتقد كان منير الدلة كمان مريد معايا كنا مجموعة فالرجل استمع من الذي شرح الأمر للمرشد فيكم؟ والله يعني تبدلنا القول يعني لا أستطيع أن أعطي ركزكم كنا يكمل أحدنا الآخر عندما يحتاج الكلام كنتم كلكم على قناعة بهذه نعم على قناعة بأن يعني استكملت الثورة عناصر النجاح فيما يتعلق بأهدافها الإصلاحية لسيما لم يغب عنا وأخبرناه أن من شروط المعلانة بينا وبينه والتنفقيات المبرمة مبرمة فين دي؟ نعم مبرمة فين؟ بين جمال عبد الناصر وبين اللي تحدثوا فيه إيه المبرمة يعني مبرمة فين يعني مشافهة يعني لا هي مشافهة الحقيقة ويمكن ده يعني أعتبر إذا صلاح شادي يقول في مذكراته أنا أريت الفتحة مع جمال عبد الناصر مش عارف أريت الفتحة دي نحطها تحت أي بند من بنود الاتفاقات والله التي تقوم والمواثيق التي تقوم بين الناس والله يعني إذا أخذت بالمعيار الموضوعي الرسمي والقانوني تعتبر غير كافية إنما يعني للسخر كانت موجودة الحقيقة لأنه نجع في كسب سخر في مصير بلد بيقوم على الثقة نعم مصير تحديد مصير بلد يقوم على الثقة هو الحقيقة يعني وعلى أرينا الفتحة احنا بنشتري بنشتري بنعقد صفقة أنا معك إنه لم يكن الأمور واضحة ولا مقننة ولا لها حجية الأمور كانت واضحة عندكم جميعا مثل وضوحها لدى صلاح شادي الذي كان يتفق في أمور دقيقة مع عبد الناصر هو طبعا بحكم صلة المباشرة ويمكن أن أدرقون عبد الناصر يعني استكمل الثقة فيه ومتبادلة بشكل طبعا شديد لدرجة أن يعني القليل عنده يكفي ويمكن ما يكونش مخرع وكافي عند غيره لذلك احنا برضو هنقعد لنالو يعني إن قراءة فتحة لا تكفي مثل هذا الموقف يعني قلتم له هذا في حينها ايو كان يعني قال الثقة مش توقف على هذا دعنا جوة بعض داخل الجيش وعندنا عبد النوام عبد الرعوف وعندنا ابو المكارم وعند رجالتنا جوة معهم والمسألة مسألة كبيرة ما هيش مجرد فهو عطانا كلمة واضحة وهو واسخ فيها وإحنا كمان بيتالي الحقيقية يعني اقتنعنا قل لي بدقة ماذا قال المرشد المرشد حقيقة توقف وطلب إن قال أنا لست على علم كاف يسمح لي بإن أنا يعني أقول مبتدئا بآ أو لا لإن مش مستكملة عند العناصر إنما أنت تقولوا إنه كنت جلست إليه وقال إننا الكلام شورى بيننا وبينكم وأخري بالمبدأ الشورى والتفاهم بيننا قائب في الإصلاح وإن حياة النيابية وضحها الأول وقلتوا لي إنه هو جمال عبد الناصر قال وده حصل فعلا قال أنا ممن يؤمنون بإن إذا جئنا بقى للحكم العسكر يستبعدون لإن العسكر عادة إذا وجدوا الجيش والشرطة في أيديهم عادة يطون ولذلك النظام أنا من أنصار أن الحياة تعود إلى أهلها اللي هي الحياة النيابية السليمة هل صحيح أن عبد الناصر قال لكم إذا نجحت الحركة سيقوم بتسليم الحكم للإخوان المسلمين؟ لا لم يعصل بل بالعكس قال غير كده قال أنا بحب أبعد الإخوان المسلمين لأنها لو خلت اليابطة دي الحركة حيكون رسيد سلبي لها عند الغرب وعند البعض فعدم انتماءها إلى أي عزب أو أي توجه أفضل لها وتوفير لعناصر نجاح أكتر فهو كمجارة اكتهادة منه وإحنا صدقناه أنه بعدها عن صفة الإخوان مما يؤهل لها أنها تجد انتشار أوسع وتأييد أكبر في نقطة تاريخية هنا مهمة أيها أن الحركة هي من بنات أفكار جمال عبد الناصر والضباط الذين معه ودور الإخوان فقط هو دور دعم لهذه الحركة ولم يكن دوركم هو صناعة الحركة الحركة في صناعة عبد الناصر هل تتفق معي في هذا؟ أنا أنا بقول حضرتك أن الحركة تجاوزت الإخوان بل تجاوزت عبد الناصر وأقول أنها فعلا واخد حاجة أبعد من كده وأنا بحبش يعني إزاي فهمنا فهمنا دي يعني أنا ما أقولك يعني هو ثابت تماما بيقين بوسائق أنه كان فيه يعني اتفاق أو تفاهم على الأقل كبير ما بين أمريكا على الإنسان المحادثين زي روزفلت وغيره الآخرين اللي التقوا بالتقاء ويسجل نكفوا وسائقهم وقابل حركة بشهرين وثلاثة وستة واتفاهمها على أمور قالوا لا للإسلام الإخوان لا للشعيين وأه لحل قضية فلسطين مع إسرائيل ثلاثة أمور دول فلما وجدوا منه استجابة بلغ رسمة بلغ رسمي في وسيقها طيارها للبيت الأبيض قال لهم تفاهم مع الناس دي الكويسين وبالتالي هم ضمنوا عدم تحرق الجيش البريطاني في القناة الكلام ده ذكره طبعا في كتابه لعبة الأمم كوبلند كوبلند ميلز كوبلند وطبعا كيرمت روزفيلت كان هو مسؤول المخابرات الأمريكية هنا في السفارة في القاهرة وهذه الرواية في كلام كثير عليها على أنها كان مسلسل من بين المسلسلات أنت الآن بتشير إلى أن الأمر كان متجاوز الجميع يعني أيضا الإخوان كانوا لعبة أو كانوا جزء من هذه اللعبة واستخدموا أداء لتنفيذها والله يعني أنا ليس دفاعا عن الإخوان ولا سدفاعا عنها ولا هجوم الأحد أنا بقول فعلا الظروف اللي كان الظروف لا حكمة كان البلد كلها كانت في حالة تأجب وطني وحالة رفض للأوضاع الموجودة والوزارات المتهرقة اللي المرت لكن مع ذلك البلد كان في حالة زي ما تقول مهيئة تماما كان بيت بيانهار البلد كانت مهيئة تماما ومع ذلك الإخوان لم يسعوا لعملية التغيير في البلد بل حتى حينما ذهب المرشد إلى الملك وجلس معه لم يقدم أي مطالب ولم يكن لديه أي مشروع وحينما أهداه المرشد صورته كما ذكر كمال ثابت في كريم ثابت في مذكراته بدلا من أن يعلق المرشد صورة الملك وهي مهدى وكانت أعازي شيء كريم ثابت يقول أعازي شيء كان يهديه الملك إلى أحد هو صورته موقع عليه حتى النحاس لم يهديه صورته أهداها للمرشد المرشد رماها في الحمام والله يشوف ده حصل وأنا بقول حاجة صورة الملك لدى الشعب مع المد الوطني غير المسبوق ليه عبدور كبير في تاريخ مصر لذلك يتخلى الأمريكان والإنجليزي يستعجلوا الثورة ليه عايز يصحابه البصاط من تحت رجل الشعب اللي خاد ياسور ولا يملكه أحد فكونوا يعني تسند إلى من بينهم وبينهم علاقة خير من أن تترك ليه صورة وطنية لا يعرف لا يعرف كيف تبدأ مشروع الإخوان فيه أشهر كان عندكم مشروع الإخوان الحقيق أنا أقول الحاجة منهج الإخوان وده يمكن عمل شرخ الحاجة بتقوله ده سبب شرخ في في فكر الإخوان الحركي ومواجهة الظروف السياسية كبيرة لدرجة أن يعني مثلا حسن بنا في المؤتمر الخامس أعلم بوضوع أن الثورة ليست أحد الوسائل وأنه لا يؤمن بها وأنه هي مساءة عايزة تربية شعب وتوعية ونفس طويل وتغيير من تحت لكن إذا جاءت والله وأقول لك حاجة الثورة يعني كانت زي ما تقول إحنا مش مقتنعين بها بوسيلة يعني نجحة لإحداث تغيير حقيقي في شعب لأن أنا شعب إزاي أغيير هو حاول إحنا في النهاية قدام نتائج تاريخ يا أستاذ فريق حينما نتناول التاريخ لا نتحدث عن نوايا ولا نتحدث عن أمال النوايا والأمال للمستقبل ولكن حينما نتحدث عن التاريخ نتحدث عن وقائع وعن حقائق وعن نتائج بعيدا عن النوايا إحنا الآن أمام نتائج أن الإخوان استخدموا في الثورة وأنت قلت الآن أن الأمريكان هم الذين حركوا هذا لكن الإخوان كانوا أداه كمال الدين حسين في شهادته يقول أن عبد الناصر كما نجح في استقطاب ضباط من الإخوان نجح في استقطاب ضباط من غرز الحشيش ومن الخمارات أيضا وشاركوا في الثورة وهؤلاء كما قال هو كان هم الخطر الداهم على الثورة لأنهم حينما وصلوا إلى الحكم تشبسوا به ورفضوا العودة إلى التكنان أنا أوافقه والكلام ده على فكرة هذا التناول السريع الفج اللي أخذ الناس من غير نوعية تسلح للمسؤولية مبنى عليه قسارة وكبيرة للبلد كلها في 22 يوليو عقد اجتماع آخر عدتم أنتم من الأسكندرية عقد اجتماع آخر في بيت عبد القادر حلمي في الهرم حضرته أنت أيضا وجاء جمال عبد الناصر ومعه كمال الدين حسين وكمال الدين حسين أكد هذه الرواية أيضا وقال ذهبنا إلى بيت عبد القادر حلمي لنسمع رأي الإخوان ورأي المرشد تحديدا في هذا الموضوع ما الذي بلغتم بها عبد الناصر أنت حطيك بتتكلم الكلام أنا 22 يوليو لسه لسه 23 يوليو ما جاش أنتوا الآن روحتوا للمرشد واجبتوا رد وكان كل الكلام عبارة عن زي ما تقول هو واضح فيما يتعلق بأنه حريص على أن الانتماء والولاء يكون ليه شخصيا تحت دعاومه إن دي أحسن إنسان زكي استخدمكم لتحقيق ما يريد والله يعني يعني إذا كان ده نوع من الاستخدام ما كانش إلا إنه عزوف منه على إن إحنا نكون لنا يعني مواقع صلط لعن يا أستاذ فالي الكلام ده منفعش يتقالي الآن لا عذر لكم فيما حدث الدور الذي ممكن يسأل عنه الإخوان فعلا هل الإخوان أخذوا الضمانات الكافية المسؤولة أمام التاريخ بحسي يحاسب على مقتضاها الثورة وغيرها إذا خرجوا عن الخط يعني هو قالوا مثلا يعني نلتزمنا بإننا العسكر لا يعكمون وإن الثورة عندما تنجح ستضع البلد أمام أجبني على هذا السؤال الذي طرحته والتطهير الجيش والإصلاح الزراعي إلى آخر كلام يعني هم قروا هذا ولكن وقت اللزوم تنقروا له الثورة نجحت باثنين من الضباط هم الذين أطلقوا رصاص يوسف منصور صديق وكان ضابطا شيوعيا وهو الذي تحرق قبل الموعد بساعة واستطاع في خلال هذا أن ينجح بالثورة في الوقت الذي كانت قيادة الجيش تعد للقبض على هؤلاء الضباط بعدما كشفوه الضباط الثاني هو عبد المنم عبد الرؤوف وهو من الإخوان المسلمين وهو الذي أخرج الملك حينما ذهب وحفظ قصد رأس التين في الإسكندرية يعني إذن عبد الناصر استخدم الكل لتحقيق هذه الحركة في 27 يوليو 26 يوليو خرج الملك من مصر 27 يوليو عقد اجتماع آخر حضره المرشد العام للإخوان المسلمين وعبد الناصر وحسن العشموي وحسن العشموي ذكر تفصيلاته بعد أربع أيام فقط من التفصيل في بيت صالح برخيق في بيت صالح برخيق حضره مونير الدلا وعبد القادر حلم وصالح برخيق الهضيب يسأل عبد الناصر قال له أكان هناك اتفاق بينك وبين الإخوة على أمر معين فقال عبد الناصر مستنكرا لا لم نتفق على شيء إطلاقا يعني بعد الثورة واربعتي من أمور كت واضحة تماما الأمور واضحة عند عبد الناصر بس مش واضحة عنده نظر المرشد إلى حسن العشموي وقال لابد أن هناك كاذب في الموضوع ثم كررها بعد ذلك مشيرا لعبد الناصر هو يمكن اللي تكلم يمكن تعبير الكلام بالزبط اللي قيل قال له لما راجع واجه المرشد حسن العشموي بما قال عنه إنه فيه اتفاق كذا وكذا ووجهه بجمال عبد الناصر وكان الحكاية بدأت إنه يتخذ قرارات تعلق وسهل بالإصلاح الزراعي وكميته فقال له دي مسائل كبير يا حسن ويا جمال كيف لا ترجعون فيها لأخوان لنا دور التأييد الشعبي وبنتحمل معكم مسؤولية فقال له إحنا لم نتفق على أن نتفق ومش معقول إن أنا حقبا وصايت أحد الثورة من أول يوم عبد الناصر كان واضح فعل عبد الناصر تنكر لوعوده الآن تنكر لكم بعد أربعة أيام لماذا بقيتم في تأييده إلى النهاية لا التأييد الحقيقة تغير وأصبح المسال لم يتغير شيء لا تغير أقول حضرك تغير 2 أغسطس يا أستاذ فريد بعد أربع أيام أقول حضرك تغير إزاي فضل أقول حضرك تغير إزاي تغير بإن حسن الهضيبي كمرشد عامل إخوان المسلمين جاهر بالرأي أمام الرأي العام كله على المنصة دارة السلساء يقول إن هذه الثورة ليست ثورة يعني تقوم على إصلاح ديني يعني عايز مهاش علاقة بالإخوان وإن هي بالكتير تكون إصلاح وطني إذا أخلص العاملون لها وكان عنده شكاء وكده درس السلساء شيء ما هو ده منصة أعلمية الرأي الرسمي مئة واحد قاعدين ولا خمس تلاف لا 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 عرفت لا أستاذ فريد أستاذ فريد عدد سكان مصر سنة اتنين وخمسين كان اتنين وعشرين مليون نسب مساحة الأرض الزراعية لا تزيد كانت في وقتها عن ستة مليون فدان كما يقول عبداللطيف البغداد في مذكراته لم تزيد هذه المساحة منذ عشرات السنين ونفسها التي كان يعيش عليها من قبل ثلاثة ملايين مصري فقط يعني نفس المساحة اللي كان بتأكل ثلاثة مليون مصري ربما لسه بتأكل سبعين مليون إلى الآن أصدر جمال عبدالناصر القانون تحديد الملكية بمئةين فدان في تسعة سبتمبر وأصدر مكتب الإرشاد بيانا بتأييد هذا القرار بتأييد؟ أياتهم قرار لإصلاح الزراعي المرش الطلب 500 اعترضنا على اعترض على الكمية وليس على المبدأ عشان ده فيه تفتيت للسروة للسروة قلنا له ده في تفتيت للسروة ضرر تم الإخوان وفقه بعد ذلك وطلعوا في 2 أغسطس بيان لدعم التورة 2 أغسطس طلعتهم بيان لدعم التورة في إيه؟ تأييد الثورة هو عبد الناصر طلب من المرشد أن يصدر بيان تأييد أصدر بيان مايع كما قيل كما وصف بأنه مايع في اثنين ألم يكن هذا من البداية استعداء من الإخوان لعبد الناصر عليهم؟ ده قائم الأمور بقى الأول حدق حاجة كان يرتدي على وجهه قناعا وإحنا تعملنا مع القناع ونتعمل مع الحقيقة أكتر الحقيقة لأنه هو أول مقام التورة وحاس أنه نجح تغير تغير 180 درجة كان في لديكم القوى الشعبية كل المصادر تؤكد لأن القوى الشعبية بعد قيمة الثورة كانت في يدي طرفين لا ثلاثة لهم الإخوان والوافد وكانوا الإخوان ربما أكثر تأثيرا من الوافد لأن الوافدين انكمشوا على أنفسهم بعد الثورة صح؟ الإخوان كان يغنب على الشعب وكله لأسباب مختلفة يعني وإنما للناحية الوطنية لشك هي الأساس أن التغيير ده تغيير من نظام ملكي لواحد غريب عن المصريين إلى واحد مصري وأن ده يزين بتغيير في الأوضاع والأمال اللي كانت بتعقد كان فيه موجة عارمة الحقيقة يعني صارت في الشعب صارت في الشعب لم يحكمها أحد إلا مجرد الشعب كان عايز يحرر نفسه من الاحتلال عايز يصل إلى حال أفضل في المعيشة فوضعوا أمالهم ولذلك خابت الأمال لذلك هو نفسه هو نفسه عبد النصر نفسه بعد ما نجح والأمور يعني عبد النصر بقي إلى سنة 1954 لا نستطيع أن نقول أنه نجح بقي عبد النصر سنتين في وضع ضعيف وفي تضارب وفي قلق والإخوان أيضا كانوا مشوشين وضائعين كما يأتي من تسلسل الأحداث بعد ذلك أن عبد النصر كان يتلاعب بهم وهم ليس لديهم رؤية واضحة أيضا أنتم لم تكن لديكم رؤية واضحة كان المرشد يقول عبد النصر كذا وكان باقي الإخوان في اتجاه آخر مضاد لرأي المرشد في 23 أغسطس 52 المنشط الرئيسي لجريدة المصري التي كان يرأى استحريرها أحمد بن فتح يقول المرشد العام يقول ليس هناك صلاة سابقة بين الجيش والإخوان ما معنى ذلك والإخوان عملين يطنطنوا في كل كتبهم أن الثوار هؤلاء كلهم كانوا من الإخوان من سنة 44 التسكيل هذه الحقيقة ليس انتقاساً بالرصيد الإخوان انتقاساً بالرصيد الذي خرج على عهده ولم يوفي بوعده يعني والبلد نقبت يعني هو نفسه هو نفسه اضطر يغير البناء اللي بناه واضطدم بنا فيه يعني هيئة التحرير نفسها هيئة اللي قام دي عليها الكلام هو نفسه قاعد يعني لاسف فيها وغيرها يعني بعد فترة بسيطة غيرها دي هيئة التحرير كانت في ديسمبر كانت في ديسمبر 52 أنا ماشي معاك في الأحداث يعني شيء ورشيء أنا بقصد الآن الاجتماعات التي عقدت والتي دونها حسن العشموي إلى منتصف العام 53 حوالي 19 اجتماعات دونها كان هناك لقاءات متواصلة بينكم وبين عبد النصر كان يعرض عليكم الأمور وكان يتشاور معكم وكان حجم الخلاف بينه وبينكم كبيرا ومع ذلك لم تعلنوا موقفا واضحا ولم يكن لديكم رؤية واضحة تجاه حركة الضباط صح؟ آه كنتم منقسمين على بعضكم البعض والله هو شوف حضرتك حاجة في يعني أقول لحضرتك حاجة ما بين التوجه العاطفي شيء والتوجه العقلاني شيء من كان يمثل التوجه العاطفي يعني أنا شخصي نحد الذين تيقن تمام وده شيء مش جديد ولا غريب على أي حد دارس أو باحث يعني أن الأمور العامة دي ينبغي أن يستبعد فيها العاطفة مية لمية اللي إحنا حصل بالنسبة للثورة والرغبة في التغيير والشعور بالسيفشار اكتاع الشعب وكان ينبغي أن لا يمس عند الإخوان أي أي اعتبار هل كانت الهيئة التأسيسية ومكتب الإرشاد على علم بالخلاف القائم بين الإخوان وعبد المصر طبي طبي كل الإخوان الخلاف الذي كان يحصل كان يعني يحصل يعني في تنامي وبيتعظم قدره وكل ما يتمكن هو يتمر عليه يوم والسلطة في إيده ويزيد سلطانه بيستعدن أكثر لأنه طلعت إحنا اكتشفنا إن إحنا فعلا خذعنا اكتشفت أنك خذعته بعد أربع أيام ومع ذلك بقيتم مخدوعين إلى اليوم الأخير إلى أن علقتم على أعواد المشان في سنة أربعة ومشان خذعنا اللي إحنا صدقناه والعهود والعهود اللي قطعها أمامنا إم تكتشفت أنكم خذعته لما بدأ هو يتنكر مثلا في نقاء لم تتخذوا لماذا موقفا طالما أنك خذعته من طرف آخر هل تظل تعيش الخديعة إلى النهاية كما عشتموها الموقف اللي اتخذناه هي الحقيقة يعني ما كانش موقف صدام يعني وجدنا إن هو في موقع لو حصل وقفة شعبية ضده تؤدي إلى حرب داخلية زي الجزائر وأكتر يعني يعني كنا ليه لأنه كان خلاص سبق هو سبق وقبض على أزمة الأمور وبقى الجيش معه وبقى الشعب وبقى يا أستاذ فريد لسه ده حصل في اربعة وخمسين شوف أنا يعني أكثر من ستين كتاب وأنا فتحها كلها أمامي أحاول أن أستكمل الصورة في كل يوم لتطور الأحداث يعني عانيت كثيرا طوال الأيام الماضية شهر كامل وأنا يعني في شبه عزلة بين الكتب بعيد عن أولادي بعيد عن كل شيء أحاول أن أفهم الصورة لأن فهم هذه الصورة متعلق بفهم ما حدث في مصر بعد ذلك الفترة من اتنين وخمسين إلى أربعة وخمسين من أخطر الفترات التاريخية في تاريخ مصر وكثير من السياسين كتبوا مذكراتهم وبالتالي أنا لا أخذ الصورة من زاوية واحدة وإنما من جميع الزاوية حسن العشموف ومذكراته يقول أن عبد الناصر اتصر عليه في سبعة سبتمبر اتنين وخمسين أنا ماشي معاك الآن أغسطو السبتمبر بقى إنا والتقاه في إدارة الجيش يوم 8 سبتمبر وأبلغه باعتقال 73 من رجال السياسة والقصر الملكي وعرض عليه اشتراك الإخوان في الوزارة الجديدة على أن يكون واحدا طبعا علي ماهر استقال لأن علي ماهر لما بقى في السلطة رفض قانون الإصلاح الزراعي ورفض أن يكون أداة في عيد الضباط فاستقال فشكلوا حكومة برئاسة محمد نجل طلبوا مشاركة الإخوان وفي رواية من روايات أحد قيادات مجلس قد السورة عبداللطيف البغدادي يقول اتصلنا على المرشد ووفق على ترشيح ثلاثة من الإخوان هم حسن العشماوي ومحمود أبو السعود ومونير الدلة الرواية جاءنا حسب حضوري كعضو مجتم أنا بقى عضو روايتك أنت للمنظر كروايتي أنا ما حصرش حصر كله حول الوزارة يعني عروض متعسرة ما تدلش على مصداقية يعني لما فتح حسن عشماوي مع عبدالنصر إن احنا بصر تشكيل وزارة ويقول النجرة إنه الطلب من إخوان إنه يشتركوا الأمور دي لم تكن صحيحة إطلاقا صحيح فيها إنه كان بحاول فعلا إنه هو يناور يناور عايز يخط المسألة إنه كان راسم تبعي من إبعاد الإخوان كعناصر فاعلة هو ما كانش صادف ولذلك هو انتهت الحكاية بإنه لما كلموا على الإخوان قال إخوان يعني دراويش ده اللي ما قالش اللي قال الإخوان فؤه هو عبد الناصر حينما عرض على حسن العشماوي ودي رواية ذكرها أحمد حسن الباكوري في مذكراته وأيضا الرواية مذكورة في كتاب السامتون يتكلمون كان يقف منصور صديق اللي هو شيوعي ضبط يوسف منصور صديق فعبد الناصر قال لحسن العشماوي احنا عايزين ثلاثة من الإخوان في الحكومة قال له يعني انتهت تقلب الحكومة فوقها فرد حسن العشماوي على يوسف منصور صديق وتلاسنة لكن هناك اتصال على المرشد موثق في كل المصادر إلى أن المرشد في النهاية رشح ثلاثة من غير الإخوان وقال له مكتب الإرشاد رفض أن يدخل الإخوان في الوزارة ده صحيح فقال له احنا أبلغنا البقوري والبقوري وافق المتفق عليه والله أنا يعني لا أرويه عن أحد وإنما أنا أعبر فيه عن رؤيتي أي شخصي وأنا كنت حاضر المكتب الإرشاد أي وعلى رأسه حصل له ضيبي أي وعرض قائم ومشكلة الوزارة وتشكيلها هي شغل الشاغل بتاع عبد الناصر وتاع البلد نعم المعنيين المتابعين المكتب فعلا حصل مداولة ما هو بصرف النصر عن أشخاص واحد أو اتنين ومين هما الأول المبدأ احنا موفقين ونحن شوف كده ليه رفضتوا تشرف رفضنا لماذا لأنه اطلع أن العناصر ما بدأ ما بدأ من التصرفات لا تنم على أن احنا هنحط دينا فيما نيوسف معه فيه وانتوا ليه تحكموا على النواية لا مش نواية احنا شايفين تصرفاته شايفين تصرفاته ألم يكن هذا استعداء منكم لعبد الناصر يعني التاني يوم لما يعد عبد الناصر مع الهضيبي والآخرين أنقر أنه فيه اتفاق على أي حاجة رغم الاتفاق كموجود وحسن كموجود وقال له احنا لأن نقبل وصاية أليس حسن نية من عبد الناصر أن يعرض عليكم المشاركة في الحكومة ليس يا سيدي حسن نية وهو غير صادق فيها لأن الدلاء تدني على كده عين البقوري في الحكومة عين البقوري هو عصر البقوري يعني هو يعني ارتضاه وهو يعلم وعرض على حسن العشماوي أن يشارك لا حسن حسن العشماوي قاله دي متعلق بالمرتب الإرشاد مش بشخص لكن لم يرفض إنما واللي حصل بقى إنه لما حصل مداولة يعني المداولة دي دخل فيها أبعاد كبيرة ما يريد هؤلاء الناس إلى أين هم سيذهبون إلى أي مصدقية نقدر نضحف عنقهم في التاريخ حصل حصل زي ما تقول تردد وتوقف فإحنا قلنا لا نتحمل المسؤولية تصرفتهم اللي في الحكومة دي لا نتحملها الرئيس نجيب في مذكراته أحمد حسن البقوري في مذكراته سامي جوهر في روايات نقلها صلاح شادي في مذكر صلاح شادي وحسن العشماوي كلهم أجمعوا لأن عبد الناصر عارض ثلاث وزارات والإخوان هم اللي رفضوا أن يمشاركوا والله الذي أعرفه أنا أسأل عنه أنه هو لا استرك الباب مفتوح في أن يعين فحصل المكتب قرر أخذ بمبدأ عدم المشاركة لعدم الإطمئنان خلي بالك أنا ماشي معك واحدة وواحدة الإخوان هنا سلبيين جدا ليس لديهم مشروع بينتظروا دائما أن يبادرهم عبد الناصر ثم يردوا عليه بالرفض ليس لديهم مشروع واضح لشيء الآن إحنا بقينا في شهر سبتمبر 52 أنا معك واحدة وواحدة استقال أحمد حسن الباقوري من الإخوان آه وكان أحمد حسن الباقوري مرشد الإخوان بالإنابة مكلفة من حسن البنة بعد اغتياله في 49 قدم استقالته من كل مسؤوليات الإخوان أين صلاح شادي راوي رواية عن الباقوري بيقول أن الباقوري ذهب للمرشد المرشد ذهب تاني يوم إلى الباقوري وهنأه وقال الباقوري قال له شهوة نفسي يا مولاي فقال له إهنأ بها الباقوري في مذكراته قال كلام آخر غير هذا لم يتعرض لهذا وقال أن فلسفة قبول الوزارة لديه هي مستندة إلى ما تربى عليها من حسن البنة ومن فهم حسن البنة ومن فكرة حسن البنة وأنه استطاع أن يخدم الدعوة والإخوان من خلال هذه الوزارة أكثر من بقائه في الإخوان والله التقديرات الشخصية ديت لازم من شخص يعني منتهم لأنه هو خرج على الجماعة وراه يتظر للمرشد وقال له طبعا أنت عارف إيه نتيجة خروجك على قرار المكتب وأنت عظم فيه شاركت في القرار يبقى فقاله الاستقالي قال له خلاص فأنت حر أنا أتمنى لك التوفيق كنتم تدركون وأنتم تتخذون هذه القرارات بأنكم تستعدون عبد الناصر عليكم لا 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 لم يكن بالعكس هو توقي الخطر الأكتر إن إحنا لو اشتركنا في هذا الطريق وتحملنا مسؤولية ما أعملنا نسق في أعماله حن حن يكون موقفنا أصعب هل صحيح أن الهضيبة كان يرى أن مشاركة الإخوان في الحكومة ستطفي شرعية وشعبية إلى الثورة هو كان لا يريدها في هذا الوقت يعني أي مصلحة للهضيبة في الموقف ده يعني الهضيبة مغيره من رجال الفكر والرأي في البلد كنون كان يتمنوا أن يكون فيه إصلاح بفعلا يعني يعني ما كانش عداء شخصي لعبد الناصر ولا للزباط إنما إحنا رأينا منه للأسف عدم وفاق بالشروط اللي بأعلنوها على الناس يعني أنا شخصيا وأنا بحض العضاء المكتب وأنا على صلة بجمال وروح تتكلمتي معاه في مواقف صعبة جدا الحقيقة لمست منه ما ينزع ثقة فيه تماما زي إيه زي ما زي من اللقاء اللي حصل بينه بينه وللتقنا في كلام بينه بينه ونشر في أكثر من كتاب لا ده لسه في تسعة وعشرين ديسمبر ده لسه أنا ما جاتش لما يجوأت تسعة سبتمبر اتنين وخمسين لما يجوأت يعني أنا عايز أقول لازالت الأيام تكشف من أمره وحقيقة نواياه تماما ما يتنزع الثقة منه طب واحد بنت نواياه سيئة تجاهكم أنتم كان في لديكم القوة التي تستطيع معنا عرضناه دخلنا السجن وعدمنا معنا عرضناه دخلناه أنا بكلمك الآن لسه بدري قبل ما تعرضوه وقتك تحركتوا متأخرين تسعة سبتمبر اتنين وخمسين صدر مرسوم بقانون رقم مية تسعة وسبعين لسنة اتنين وخمسين بشأن تنظيم الأحزاب السياسية واستثني الإخوان من هذا البقور هنا بيقول إيه بيقول إنه تدخل لدى عبد الناصر بطلب من المرشد حسن الهضيبي لاستثناء الإخوان من قانون الأحزاب ومحمد نجيب في مذكراته صفحة مية تسعة وستين يقول إن عبد الناصر طلب عدم اعتبار الإخوان حزبا حتى لا يطبق عليهم القانون وقال الرئيس نجيب إن جامعة الإخوان كانت من أكبر أعوان الحركة قبل قيام الرجل نيتو حلوة اعتجاهكم عبد الناصر بيقول إن جامعة الإخوان كانت من أكبر أعوان الحركة قبل قيامها ولا يصح أن يطبق عليها قانون الأحزاب لكن الرئيس نجيب رفض طلب عبد الناصر فلجأ عبد الناصر حسب رواة البقوري إلى زيارة سليمان حافظ في مكتبه اللي كان وزير داخلية وكان نائب رئيس مجلس الدولة وكان كل شيء بيرتب له قوانينه ووجد مخرجا قانونيا مناسبا للإخوان ألم يكن سكوت الإخوان على حل الأحزاب هو ترسيخ للديكتاتورية وأنهم وضعوا أنفسهم كهدف قادم بالنسبة للحل وهذا ما حدث بالفعل بعد سنة قانون حل الأحزاب لم يقروا الإخوان لم يقروا هم سكتوا عنه بل بالعكس قالوا لي أنت لما لم تتشرنا في الأمور دي ألم يعرض على الهيئة التأسيسية لا لم يعرض قانون حل الأحزاب لم يبدل الإخوان موافقتهم عنه وفاة فردية التخزي عبد الناصر من موقع القوة هو كان بلد الأمور على فكرة يعني تتكشف عن صراع قائم لكن حينما استسناكم عبد الناصر من الحل رضيتهم وسكتوا لأن إحنا فعلا ما إحنا شح حزب أصدوه إحنا فعلا وللآن أنا بقول لعضرتك فاهم الإخوان أنهم حزب سياسي ده تضييق واسع الإخوان دعوة والدعوة لها ميكانيزم غير الحزب لكن إنتم مسجلين في إيه مسجلين مش في العزاب مسجلين في إيه وكان في قانون جمعيات بس أننا رفضنا بعد كده جاي قانون جمعيات أنا كنا زي ما إحنا هيئة هيئة إنما ما إحناش حزب حقيقة يعني وإن إحنا قلنا ما إحناش غرضنا زي كل حزب إن يكون عنده أغلبية ويتولى السلطة وتبادل السلطة ما كانش ده الميكانيزم بتاع الإخوان المسلمين إنما هي دعوة بتربيقها ده ويتوجي الشعب وتنير الطريق للأمة نحو الأخلاق ونحو الدين ونحو الإصلاح العام الشامل يعني كان منطلق الدعوة غير منطلق العزب فإحنا وجدنا طبيعي يعني القرار ده ما يعتبرش مجاملة لماذا لم تعارضوا هذا القرار؟ قانون حاجة العذاب أيوة وإحنا قدرنا نعرض حتى الأمور تانية بتاعة نفس الإصلاح الزراعي هو بدأ ينفرد المسألة إن عبد الناصر بدأ ينفرد بالسلطة يا سيدي ما الذي شجعه على الانفراد؟ طبيعته لا ليس طبيعته أقول بدليل الذي شجعه هو أن القوتين الشعبيتين الرئيسيتين في مصر أنزاك وهم الوفد والإخوان المسلمين كانوا تيهين وصامتين ومشوشين وليس لديهم أي مشروع وفي ظل هذا في ظل هذا عبد الناصر كان ينفرد بكل شيء وكان يفعل كل شيء لو تحركتم أنتم كقوة شعبية لو الشعوب تتحرك كقوة شعبية بتستطيع أن تجبر الحاكم على أنه يمتثل لرغباتها لكن أنتم كنتم تجلسون وبالتالي تاريخيا أنتم تتحملون مسؤولية ما جرى لمصر بعد ذلك والله أنا يعني لا يعني لا أصادر مثل هذا الرأي وإنما أنا أقول أنه كان فيه اجتهاد وبدأ أصدق أمور خلافية يعني مثلا لما استحكمت الخلافات وبدأت تؤذن بصدام ما بين السلطة والشارع زي المسأل اللي احنا نشوف مصر في جزائر حاليا لما وصلنا لهذا الحد يعني ما معناش جيش معناش الشرطة احنا لسه ما وصلناش بس احنا لسه في البداية بس هو معاه فعلا يعني أنا زي كان معاه حتى أولاو يحصل كان بدأ بدأ يتمكن فلو احنا عملنا كده على فكرة وحصل الموقف العديد بطوله كان عنده حصل حرب أهلية في 29 ديسمبر 52 عقدت جلسة بين الإخوان والثوار في منزل عبدالقادر حلم حضرها من الإخوان عبدالقادر حلمي مونير الدلة فريد عبدالخالق صالح أبو رقير صلاح شادي وحسن العشماوي من الثوار جمال عبدالناصر عبدالحكيم عامر أنور السادات عبدالطيف البلد صلاح سالم كمال الدين حسين أحمد أنور قائد البوليس السياسة فاكر انت الجلسة افاكر طبعا وفاكر تفصيلاتها افاكره كل المصادر بتقول أنك انت حيت مع عبدالناصر جانبا وجلستوما على أريكة محدكما تتحدثان ماذا دار بينك وبين عبدالناصر ده يعني بلا مغالاة أنا أعتبر ده موقف تاريخي ليه؟ لأن احنا حصلنا فيه مكشفة لجوهر الأمور مكشفة تماما تمت يعني بين العبدالعب فريد عبدالخالق وكمال عبدالناصر حيث كان لقاء عام وجدت أنا ايه كلام عشان يأخذ مجراءه ويوصل إلى نتائج ويكون هادئ إن أنا يعني أزنت النفس بإن أنا أنفرد به وكان مقابله طلبت يجي جنبي أنا كان بدأ العيدة وجاء جنبي لا قل لي الحوار بالناصر قلت الحوار قلت له بدأت قلت له أولا أنت يا جمال كده يا جمال آه ما كانش بينه وبينه تكليف الحقيقة فأنا قلت له اللي أتي بوادر الخلاف تؤذن والغيوم تتلبد ولازم يكون في تقديرنا أن لو حصل صدام بين السلطة والإقوان سيكون نتائجه ضارة للكل أنتم وإحنا وللبلد ومن العقل أن نتفادها إذا أمكن قلت له أنا أحد الذين يؤمنون بإن إمكانية تجنب هذا الصدام بأساره الضارة فقال ليه أعمل إيه ما أنتو يا فلان بترسوني عصا عصا طلع حتى أنا طلع عصا دي كلمة كبيرة معنا أننا نحن يعني وقفنا واجه لوجه وبينا يعني عداء وده ما حصلش من ناحيطنا ما حصلش ولو أنت دعيت إلى أي موقف وطني أو احتاجت تستور إلى أي موقف وطني حنكون نحن أول للمدافعين فأنت بتتكلم عن أمور قال لي أنتو هيئة التحرير أنا رفضت عليكم وأنا جالي بخصوصها يعني من جهة جمال نفسه للكلام فيها شخصيا مع إثنين طحاوي وطعيمة أننا نتكلم فيه إمكان فأنا قلت له أن مسألة التحرير دي حكم تاني أقول لك أنا على حاجة أننا هيئة التحرير دي حزب عكوبي وأنت معذور في أنك تكريب أن كل حاكم يحب يكون معه حزب حاكم يساعدوا إنما ما تقدرش تقول أن يتحتم على الإخوان أنهم يتنزلوا عن أفكارهم وصيغتهم وعن عملهم وطريقهم الدعوي ويندمجوا في حزب سياسي بتاع الحاكم طبعا هيئة التحرير دي أسسها عبد النصر في ديسمبر اتنين وخمسين وكان بيرأسها الصاغ إبراهيم التحاوي إبراهيم التحاوي وتحدث معك بهذا الأمر حتى يذوب الإخوان في هيئة التحرير وتصبح شائعا واحد أيها قال لي كده لماذا رفضتم هذا أنا قلت له أصلا ما يفعش حتى أنا قلت الجمال يعني عشان أقرب له مثل حضرني قلت له إن الاتنين ممكن يسندوا بعضك غويتين قوة توجهها تجوه إسلامي وقوة توجهها قوة يعني مدني وطني فقط ممكن نتعاون مع بعض إنما الدمج ما يجيش حتى قلت له ما بالك إذا جئت بقرورة وفيها زيت وفيها مية مهما رججت الزجاجة فإذا تركتها إيه اللي هيصلا هينفصل الزيت وينفصل المية لأن الطبيعة مش ماشية فإذا أنا لا حكس بالزيت ولا حكس بالمية أنا أنا ننتفع بيهم أحسن من غير العملية الدمجة إيه إنت ليك طريقك وأنا ليه طريق إنت بطول حتى إنك إنت عن طريقة هي التحيير حتى تحكم البلد وأنا أقول لك طريقة دعوة ما هواش كده أنا بأن حكت من 25 سنة وما وصلناش لحاجة كان له جملة مشهورة يقول يكفيني واحد مثل إبراهيم الطحاوي أحكم به مصر معم جمال عبد النصر كان له جملة مشهورة يقول يكفيني واحد مثل إبراهيم الطحاوي أحكم به مصر وبعدين طبعا حنا ما ألغى لجنة التهية وبعدين هو نفس كاتب وذكراته وقد وجدت بعد كده جزء سنمر منه هكذا قال الطحاوي طيب إذن هو إحنا معزورين إذن الخلافات اللي حصل بينه هو المسؤولة عن طبيعته كمل الجلسة التي درت بينك وبينك مع مع الطحاوي مع عبد النصر مع جمال مع نمال بقيت فهو يعني أنا قلت له إن صح نظرتك للقضية عشان ممكن نحلها ما تصرش على إن إيه لم نندمج فنحن أعداء ليه إنما إحنا نتعاون مع بعض فيما فيه مصلحة البلد والتعاون وارد ومش لازم مع الزوبان وأنا قلت لك الزوبان غير وارد ومش ممكن لأن دي ليه طبيعة دي ليه طبيعة تاني قال لي حاجة تانية أنتو بتحرجوني وغير العصار إيه من الحركة تاني بعد العصيان دا قال لي بتطالبه بحياة بنيابية وأنا لو عملته انتخابات ناردة حيجي النحاس شوط أبو مالو وإنت جاي تفرط وصيتك على أنت بتقول ما فيش حد وصي على الثورة وإنت جاي تعمل وصي على البلد ما البلد حرة ولها إرادة حرة والشعب يملك نفسه ويختار من يشاء وصندوق الانتخاب هو حر يعني يقول صوته وبعد ما يقول إرادته تتنفس وإحنا جاينا عشان كده وإحنا أيدناك عشان كده بالعربية فأنت النهاردة ناكلتنا وكولا شديدا وأنكرت على الشعب حق الطبيعي الدستوري وحق الطبيعي بتقول يجي النحاس ما يجي النحاس والبلد تتحامل عفر حتى غلط قال لي وكي أني بقى وكي أني وما نحنا عملنا إيه بقى لم يجي نحاس ويبقى حنا عملنا إيه قلتوا لي ويبقى أنت عملت الجزء الأولاني إن كنت واجهت معاها مشاكله وحتساعده على إن الحكم يبقى إن انتخبات انتخباتنا زيها ويبقى الحكم أحسن من مكان إنما ده ما تقدرش تسلب إرادة الشعب وحقه في إنه يحكم نفسه وإلا يبقى أنت خرجت على على ممادئ الثورة كلها ونقط اللي بيننا وبينك من الاتفاقات أساسية طبعا فهو طبعا ده الرأي الصحيح قال لي يا أخي أنا يعني تكلمني في أمور من النوع ده وحاولت إن أنا يعني زي ما تقول أنا قشة منقشة موضوعية وبروح أخوية بيني تفادي الصدام وأنا كنت مؤمن إنه ممكن تفادي الصدام إنما للأسف كانت غير تاريخ البلد وحصلت الصالع ما بين السلطة والشارع وزي ما كان الأول ومتقبل الإسلام ومتقبل ومش في الطريق الصحيح ده وكان بلد ناردة وطنية إسلامية وعلى قلب رجل واحد مسيحيين ومسلمين لأن المسيحيين كان مرحبين وزي ما قلت له كان موقفه كان من الإخوان حتى مصورة إلى أي شيء انتهى هذا الاجتماع نعم إلى أي شيء انتهى هذا الاجتماع انتهى انتهى عن طريقه لما طل المناقشة محاولة إنه هو يعني زي ما تقول يعني يفرط علي الاقتناع بوجهات نظره وإلا فنحن أعداء يعني من ليس معي عدو ما أنا موفيتوش للاندماج في التحرير ولا وفيتو في أنه يعطى الانتخابات ولو يجي النعاس فاعتبر دي صدمة لأمور جوهرية وكأنها هي قلبت المئدة على راسي على عقل فلما أعياه يعني المسايرة المنطقية في مناقشة الموضوع قال لي هقولك علي نفسي واخلص حطينا أطوه يا أخي أنا بقالي ساعة وشوية عشان أوصل للي في نفسك ده ونخلص وقول لي إيه في نفسك قال لي في نفسي بقى إن أنا في وضعه ده وأنا أشهد الله إن أنا أستعمل ألفاظه قال لي أنا يعني استقر في نفسي فكرة استولت عليها إن أنا أستطيع خلال فترة وجيزة لا تتجاوز سنتين أو تلاتة بكتير أبقى في وضعه أستطيع إن أنا أملك ناصية الأمور بحيث لو أتك على زر البلد تقف ولو أتك على زر البلد تقعد هكذا أي نعم فأنا الحقيقة لما كشف عن نفسه بهذا المفهوم الذي له دلالة لا يختلف عليها اتنين أنا في وقعد وقعد ما كنتش بصور أمور يعني أنا عارف إن أنت وجه للسلطة من أمس للدرجات فأنا قلت له إذا بلغنا بقى فأنا أحب أقول لك إن هو ده اللي بيسموني استبداد وهو ده سمو الحكم المطلق وهو ده بقى اللي مخالف تماما لكل ما بيننا وبينك فيه علاقة أنت بالصورة وحب أقول لك حاجة اللي أنت مقبل عليه ده غلط وسيؤكد لغلط ومش فرد عبدالخارق بإني فكرة تقول استورت علي وأصبحت مسيطرة ويعني إذا إنت ماضي في طريقك ولن يقفك أحد ولن يمنعك شيء خلاص ما الحيلة بقى يبقى ده قدر البلد بقى فأنا منت خدت الموقف الاستبدالي ده وأصرت عليه ومش عايز نسمع شهرة عاملك إيه أنا عاملك إيه عاملك إيه فقلت له الذي سيحكم يا جمال بيننا وبينك إذا كان لأنه قال لي في آخر كلمة حتى أنا يعني لله يعني أنا مش عارف ده صحة والغلط يعني بعد ما قال تصوره أو قال لك هو أي والله قال لي حتى أنا مش عارف ده صحة والغلط وقلت له كويس أو إلا حيفصل بنا هل هو صح أو خطأ التاريخ تاريخ وكان دي آخر كلمة واللي عادك بتقوله في أثناء كلامك ذكرتني أثناء ما قال بتحقيق معايا إنما قوبت عليها في 54 وأجرى معايا محققين ومن الزباط غير النبا قالوا لي كلمة عجيبة قوي قالوا لي إحنا فيه بقى باعتبارك أنت يعني يعني من صميم الإخوان وملم بالأوضاع قوليك صلب جمال وكشيء معروف إحنا عندين سؤال كذباط محيرنا وعادي نسمع جوابك منه إحنا بيقال لنا إحنا بنرجع جمال وإن هما كذا وبتدربهم وإن وساعة الصفر عرفينها قبل ما تكون وكذا وكذا ومرة واحدة قلبت ظهر المجان لهم والنهاردة أصبحت موقف حدائي لهم وأصبحت الأمور مكفرة يعني سألوه سألون أنا مش عارفين نفاق إزاي حصل المئة وثمانين درغة حصل إزاي من تأييد مطلق إلى عداء مطلق إلى صدام قائم ممكن تقوليني الحكاية دي وعلى فكرة احنا مش بالحق معاك ودي دي الفترة للتحقيق طويناه وطوها تسمح لي أسمع مننا بس عزينا زي ما عنديك سألتني أنا عزينا نفا أنا عزينا فيه لغز قدامنا مش تحلن قول ولينا كلام مش مقنع ممكن تحلن هذا اللغز في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الختام أنقلوا لكم تحياتي فريق البرنامج وهذا أحمد بنصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته